من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إلى تسليم الأسلحة بسرعة إلى بلاده بعد موافقة مجلس نواب الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لبلاده وقال زيلنسكي لدينا الآن فرصة لتحقيق استقرار الوضع وأخذ زمام المبادرة ولهذا السبب نحتاج إلى امتلاك أنظمة الأسلحة بالفعل وأضاف أنه عند الحصول على الأسلحة ستكون لدى الجيش الأوكراني الفرصة لاتخاذ زمام المبادرة والمضي قدما لحماية أوكرانيا ولم يرغب الرئيس الأوكراني في إعطاء جدول زمني محدد للقتال مشيرا إلى أن هناك عوامل كثيرة للغاية